مجزون لأهم الأنباء وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا على مذكرة تفاهم لمواصلة الدراسات التقنية والفنية لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أكد الخميس أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء سيعزز من أمن تموين الأسواق العالمية بالغاز استقبل وزير الخارجية الجزائرية رمطان الأعمامر الخميس بالعاصمة الجزائر محافظة الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية السلم والأمن بنكولي أديوي وقال أديوي عقب الاستقبال أنه تطرق مع العمامر إلى المسائل السياسية للقارة مشيدا بمشاركة الجزائر في أعمال الاتحاد الأفريقي وأكد على مساهمة الجزائر في تحرير الشعوب الأفريقية ضد الصراعات واللمساواة ودورها الفاعل في السلم والأمن في منطقة الساحل وليبيا ناقشنا عدة رؤى بدأنا بتهنئة الشعب الجزائري لستينيات استقلالهم كانت الجزائر محل إلهام لنا في القارة في تحرير الشعوب الأفريقية ومساهمتها في تحرير الشعوب الأفريقية ضد الصراعات واللمساواة أظن أن ذلك أهم جدا كما أثمن دور الجزائر في تهديئة الصراعات في جنوب إفريقيا كما نثمن نتائج اجتماعنا الخاص في مالابو الذي تعلق بالإرهاب والتغييرات الحكومية كما ناقشنا الآليات الخاصة وكيف يمكنها أن تخدم الشعب الإفريقي ودورنا ألهام في عمليات حماية السلم والأمن لشعب دول الساحل وغرب إفريقيا والشعب الليبي الذي يعاني من عدة نزاعات قال موقع ABC والإسبانيول أن مرض ملك المغرب محمد السادس يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد أكثر مما كانت عليه طيلة حكمه في وقت يشتد الصراع على خلافة الملك المريض أما الشارع فتتواصل فيه انتفاضة الشعب الجائع جراء انخفاض قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار هذا وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس أن السلطات المغربية تستخدم تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات النشطاء والصحفيين الرفضين للسياسات المخزن من بينها حملات تشهير وترهيب وسجن بعد محاكمات جائرة في أول قمة بينهما منذ شهر مارس الماضي قال البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا الخميس لأكثر من ساعتين وفيما استحوذ التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين على حيثيات اللقاء أفد تلفزيون الصين الرسمي أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأن الذين يلعبون بالنار سيحترقون بها نهاية هذا الموجز تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة